ليش حد جاء المنتخب مصر إلا الواطني اللي عمل إنجازات ماشي بس من باب تاني أسأل الجملة دايما مشهورة مدرب المصري هو اللي بينجا ده حقيقي كابتا حسنش حدا وكانت بعمل جواري تحديدا يعني بس ما هو فيه برضو مدربين مصريين كسر تعصروا مع منتخب مصر ماشي شوف الإيس الإنجازات اللي حصلت والإخفاقات اللي حصلت بالنسبة للمصري يعني إن شاء الله أنا زيك أنا متفائل جدا هو عيد جدا لقرار تعيني الكابتا حسن حسن أنا متفائل جدا على فكرة جدا إن شاء الله ومتفائل زيك كده بالضبط بس أنا بكلم على الجملة فكرة إنه مدربين مصري برضو يعني فيه الناس تعصرت على فكرة الكابتا حسن كنت معه قبل أبيتعين دي بيومين ثلاثة في الاستوديو مع بعض وقلت له أنتوا جاين جايين عا فكرة ما كنتشعر في المبارش الغيب لكن فعلا يعني وقتهم يعني خلاص ما هو ما ينفعش وبالتالي أنا أنا واحد من الناس مبسوط جدا من القرار إن شاء الله يا ربي الحاجة الإيجابية بأنه ولا لعج إيجابي فاتا بتقول لي عرجها تاني النقطة بتقول لي أنه بريرة مستنيين مشكلة ويمشي آه أنا أتمنى بقى كان يبقى فيه فعل آه يعني كاتحاد كورة اتحاد كورة انت شايفه أنه مش كويس فيمشي آه بالضبط انت شايفه مقداش حاجة وفلوس بتندفع أنا أسف التعبير في الأرض دولارات بتندفع في الأرض اللي الدولارات دي تتوفر لحكامنا عشين ناعدهم ونزبطهم ونشتغل عليهم ع الأرض فعلا مع الواقع آه لكن يعني دائما يا كريم إحنا عن بره منتفرد إحنا يعازي النتايك الأول النتايق اللي موجودة ما تبشرش بخير ما فيش حاجة إيجابية يعني تعرف ماركي لو كان قعد ماركторов Letenberg لو كان قعد واستمر زي زي بيراك أدا يعني عمل حاجة لأن الماركي عنده بريلا ما عندوش؟ لا بقى خالص يا خبرة احنا بقولك ماركي كان عندو ماركي انا اعرفه بصفة شخصية وكان معاف كان مورشاكس عالم وساوه راحة السعودية فانعرف عقليته بس هو ما عادش في مصر هسألك السؤال ده متقيل بس عشان برضو اللي بيفرغ يعني انا ممكن يسأله فاضل هو كابتن جهاد مش عاجبه بريلا ومش عاجبه كلاتن بيرج عشان عايز يبقى ليستاجنة حكام لا خالص انا كنت من اكتر ناس مؤادين للتجربة الاجنبية على فكرة يعني ماركي كلاتن بيرج انا قلت يجي اجنبي يجي عربي يجي افريكي يجي اي حد يكون درمي حكام بس خرجنا يخلي التحكيم احسن حاجة لان الناس كانت من سماء التحكيم برضو كانت تحكيم قبلها كان ماشي بسرعة يعني كان فينا منحضر كتير في التحكيم قبلهم ايه قبل ما يجوا فانا قلت عايز اي حد ينجدنا وينجز التحكيم انا معاه فكنت مع ماركي وعلى فكرة وكنت مع بيريرا ما كنت ضدهم لكن انا ضدهم حاليا من الاداء من نتيجة انا في الاخر على فكرة اي حتى لو تبقى النتيجة اللي مش عاجبك النتيجة مش عاجبان الدور المصري على فكرة انحاس بتسأل السؤال دايما اللي بيتسئل في الشارع ليه الحكام المصر برا مصر بيطيروا بالاداء وجوه مصر ما بيطيروش على فكرة وانا كنت جدا برضو واللي قبل كان كده صح على فكرة على مدار سنين حكامنا المصريين من قصرين الدنيا في اي حتة في الدنيا ييجي هنا مش قادم سيلا وبعد يزبق وبعد يزبق وتلاقي الجمل اللي هي الشهيرة اللي هي بتاعت ايه اصلا الحكم بتاعنا مش مؤهل الحكم عندنا عنده مشاكل الحكم مش شاطر الحكم مش عارف ايه يبقى بيحاكم كاس عالم زيك كده يبقى بيحاكم كاس عالم لا هي قصة كلها انت بيطيروش الاجواء اللي بشوها بره الاجواء اللي هي الراحة النفسية الاستعداد ازاي الاستعداد زهني فني تتكلم معاه مالي ايو عشان دي مش عيب يعني اه يعني انت خلاص المهما خلاص القصة المهما من نهاردة كله عبر النهائي ما يخلص كله واخد المستحاق انت بتستنى هنا 12 شهر عبر ما تاخد المستحاقات دي مشكلة كبيرة عشان الناس لابا بنيوا نقول مالي دي يقول لك عم لا اكيد حكم ما بيشتغلوش شعيب يعني وتشتغل عليها تجهازه وازاي تتكلم مع الناس وتريحهم يعني الكلام دي على فكرة ما يحسوش لحد عاش ده عاش ده في التحكيم وعاش ده في الادامة عن الناس فمحتاجين شغل كتير داخل مصر فالحاجات دي مش موجودة والتالي عندنا دايما مشاكل في التحكيم مصري الحكام زي ما قلت لك اللي خرجوا دولة دي كتهاد شخصي انا بحيانهم عليه التكريم بالنسبة لهم ده ضروري ان شاء الله هيتم اللي اربعة جاي لكن الهم عندي من التكريم ان احنا ازاي الناس دي نستثمر النجاح ده عشان الناس دي تروح كاس العالم والموضوع مش صعب صح لكن محتاج شغل صح جاه